أهلا بكم من جديد نتائج كشفت عنها دراسة لجمعية التمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر الدراسة بعنوان تقييم الحماية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفا في سوق العمل الأردني الدراسة تحدثت عن الأجور والحقوق وبحسب نتائج الدراسة فإلى تدني الأجور هو أحد أسباب ارتفاع البطالة حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إبقائه أو إعطائه المطلبات الأدنى للعامل من ناقش التفاصيل ما جاء في هذه الدراسة ورح أبدأ في الكرام ليندك لش من ركز التمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مساء الخير ستة أهلا وسلام فيك ورحب أيضا بالأستاذ موسى صبيحي الخبير في الضمان الاجتماعي مساء الخير أستاذ موسى أهلا بك وأنا رح أستعرض الأرقام وأبدأ منك بعد إذنك أستاذي ليندا لأنه في أرقام ملفتة للنظر في الدراسة أبرز ما جاء في الدراسة في تقييم الحماية الاجتماعية في سوق العمل الأردني أنه معدل للأجور ل51% من أردنيين أقل من 260 دينار أو 260 دينار ولأقلهم 34% النسبة الأكبر أجورها أقل من 260 دينار حد أدنى للأجور و16% بيأخذوا حد أدنى للأجور وأن 36% ترقون أجرا مساويا للحد الأدنى للأجور هذا الرقم من الضمار موجود هذا الرقم دعني أكمل معك بس ما أنت في 34% 35% 34.9% يعني 35% بيأخذوا أجور أقل من 260 دينار أردنيين أو غير أردنيين يا سيدي أنا هلا هذا الموضوع أفضل أنا بحكي عن عينة 8000 إلا شوي 8000 إلا شوي صح ستة أنا بحكي 60 دا بعد إذنك بس بش 35% 7900 دينار هذا الرقم من الضمار الاجتماعي تماما نفس الرقم لكن هذا يعكس للناس الأردنيين اللي في قطاعات ما تزال على الحد الأدنى السابق للأجور لو قطاع الغزل والنسيج خليك معي سيدي رأينا عندي 36.7% من الأردنيين من العاملين بحصلوا على أجور من 261 إلى 350 دينار نعم ولي بأخذوا أجور 351 إلى 500 دينار هم 10% هاي الأرقام تسمع تعقيبك عليها فضل وأنا بقول لك دراسة تشمل 8000 إلا شوي عامل وعاملة مش واحد ولا اثنين ولا مئة ولا مئتين بمعنى أن العينة يفترض أنها ممثلة فضل شوف أنا دائما أستشهد بأكبر قاعدة بيانات هي موجودة للعاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم إحنا بنحكي عن مليون وخمسمائة وثمانية واربعين ألف مؤمن عليه فعال تحت مظلة الضمان الاجتماعي بنا نشير منهم 90 إلى 95 ألف مشترك اختياري فبيضل تقريبا مليون واربعمية وستين ألف مشترك إلزامي تحت مظلة الضمان الاجتماعي فعالين هدول في مؤشرات مهمة جدا أولا الضمان الاجتماعي لا يقبل إشراك أي عامل على أقل من الحد الأدنى للأجور حد الأدنى للأجور اليوم هو 260 دينار لكن في بعض القطاعات وبعض غير الأردنيين ما زال مشمول على حد الأدنى السابق وهو 220 دينار في قطاع الغزل والنسيج مستثنى من الحد الأدنى للأجور الأخير وهو 260 فأقل من ذلك 220 دينار فالأرقام تشير من مؤسسة الضمان الاجتماعي التحليلية يعني ما رح تلاقيها الآن لو فتحت التقارير سنو ما رح تلاقي هذا الأرقام لكن أنا حللتها أيها فوجدت أنه تقريبا في 16 بالمئة فعلا من المؤمن عليهم الفعالين إلزاميا المشتركين إلزاميا بيعملوا على الحد الأدنى وما دون الحد الأدنى للأجور أردنيين وغير أردنيين بس أنا الرقم عندي بيقولوا 1 و 2 و 1 و 5 لا لا هذا أنا أتحدث عن الأرقام المثبتة ومش دراسة وإنما واقع البيانات الحقيقية اللي المؤمن عليهم كأكبر قاعدة بيانات للمشتغلين في المملكة هي موجودة في الضبال الاجتماعي فمنحكي عن 16 بالمئة خلي أفصل خلي أقاطع دقيقة يعني بدحكي عن رقم أقاطع دقيقة معنا شي سمحت أنا بس أقرأ هاي الأرقام اللي أنت بتذكرها أنا بعرف اليوم وإنت بتعرف والسيكلين ده بتعرف أنه فيه كثير مؤسسات بتسجلوا أحد أدنى الأجور بس ما بتعطيه لحد الأدنى الأجور صحيح هذا موجود هذا الرقم عندي هون 35% هذا موجود يعني أنا الرقم أنا بستبعد وصل 35% بستبعد ذلك فيه تجاوزات فيه كثير مثلا من معلمات القطاع الخاص في بعض المدارس يعني يسجلنا في الضمان على 260 لكن تتقاضى 120 دينار حتى هذه اللحظة هذا الشيء موجود وأنا شفته في عديد من المدارس وزرتها لكن هذا لا يعكس أن الرقم اللي أنت النسبة اللي بتحكيها نسبة أنا بعتقدها مبالغة فأنا بحكي 16% وهذا الرقم 100% مثبت بين أردنيين وغير أردنيين طبعا الأردنيين نسبة الناس اللي بيشتغلوا على 260 دينار تقريبا 12.5% من الأردنيين المشتركين إلزاميا هم مشتركين على 260 دينار بعضهم ربما يعمل على عقل من ذلك لكن سجلوا بالضمان على 260 دينار في تقريبا 100 ألف أيضا يعني كنسبة من غير الأردنيين مسجلين على 260 وما دون الـ 260 دينار فلما ذكرت أنت يمكن 7000 وذكرت ويمكن ستلين دا أنا ذكرت 7000 وكذا هؤلاء من غير الأردنيين الذين ما زالوا يعملون على راتب أو أجر دون الـ 260 دينار صحيح هذا الكلام ستلين هذول غير الأردنيين اللي استطلع أراءهم الفضلي خليني أوضح نقطة كثير مهمة الدراسة السهدفة أو الماسح 7900 وأكثر من 38 المستهدفين كانوا بعدة قطاعات مثل قطاع الخدمات قطاع الزراعة قطاع الإنشاءات الصيانة الأمن الحراس الأمن القطاعات الأكثر تهميشة هلأ في نقطة كثير مهمة اللي بتحكي بس مين عرف القطاعات الأكثر تهميشة إن سمحتي نعم مين عرف القطاعات الأكثر تهميشة القطاعات الأقل أجرا عادة أقل أجرا عادة وبتعتبر منسية خلينا نحكي قطاعات منسية بشكل أو بآخر أستاذ موسى حضرتك اللي بتحكيه مظبوط فيما يتعلق بأرقام الضمان الاجتماعي قديش عدد الناس اللي غير مشتركين بالضمان الاجتماعي إحنا لما بنحكي موضوع حماية اجتماعية وحماية الاجتماعية العامل المشمول بالحماية الاجتماعية هو المسجل بالضمان الاجتماعي قطاع غير المنظم في الأردن قديش نسبته نسبته تقريبا إذا بنحكي على منتدى الاستراتيجيات حكى تقريبا 49% الائلو حكى 54% أو 51% نسبة قريبة من بعد نحكي عن فئة كبيرة من العمال غير مسجلين بالضمان الاجتماعي لكن هذه القطاعات اللي ذكرتها هذه قطاعات منظمة يعني قطاع الخدمات شركات الأمن والحماية والخدمات والنظام هذه قطاعات منظمة لنا شركات لذلك هؤلاء معظمهم مشمولين ما بحكي أنه كل العمال بخدمات غير منظمة جزء من العاملين في الزراعة جزء كبير العاملين في الحيازات الزراعية هؤلاء فعلا يعملون في قطاعات غير منظمة لكن بالشركات الزراعية منظمة نحكي عن عدد من العمال يقارب 8000 عامل تمت مقابلتهم بشكل شخصي أو على التليفون المستهدفين قطاعات معينة تمام؟ تم سؤالهم عن الأجر زي ما حكى الأستاذ الخالدي عن موضوع صاحب العمل اللي بيسجل رقم وبيسجل العامل اللي عنده برقم مختلف صاحب العمل أو القطاعات المنظمة اللي هي مسجلة ولكن لديهم عمال غير مسجلين بالضمان الاجتماعي وهي فيها هذه صور من صور التهرر يعني هذا موجود بالواقع الموجود طبعا بس أقول لك هذا عدد كبير هذا مش عدد قليل الغير منظم عدد اليوم لا يدخل في مظلة الضمان الاجتماعي عددهم كبير 46% من العمالة إذا أخذنا أقل رقم 49% هذا الرقم صحيح؟ أنا مش أهلأ لدي أرقام شوف عدد الناس اللي بيشتغلوا بالقطاعات غير منظمة في دراسة آخر دراسة وأحدث دراسة هي للبنك الدولي في هذا الموضوع تقول بأنه 59% من العاملين في القطاع الخاص يعملون في قطاعات غير منظمة وهذا على الحكومة أن تدرس هذا الموضوع حكام الأفضل يعني 59% من العاملين في القطاع الخاص فقط مش من كل المشتغلين على مستوى المملكة أنا أتحدث من القطاع الخاص في قطاعات واسعة غير منظمة إذا في قطاع الخاص كانت أكبر وقطاع الحكومي إذا القطاع الخاص هو الأكثر في ضوء ارتفاع البطار بالتأكيد سيتوسع سيتوسع التوظيف في القطاعات غير المنظمة في الوقت اللي إحنا بنعان منه من بطالة عالية جدا هذا الشيء طبيعي بس إحنا بنحكي عن قطاع واسع جدا في عدد كبير من العاملين ينطنقصهم الحماية الاجتماعية بما تشمله من بدل تعطل العمل بدل أمومة بدل أبوة إصابات عمل تقاعد وغيره من الأمور هذا عندك فئة كبرى من العمال بالإضافة بما أنه كمان غير مسجل تهرب صاحب العمل من دفع الأجر في وقته أو الحد الأدنى للأجور هذا جريب أو الحد الأدنى للأجور 80% هذا وجه الانتهاكات حتى تصيب حتى العاملين في القطاعات المنظمة أنا أبدأ أقول فكرة أنا لما طرحت موضوع عدد المشتركين الفعالين بالضمان الضمان يتعامل يتعامل مع العاملين في القطاعات المنظمة حتى هذه اللحظة لم يدخل في مرحلة شمول العاملين في القطاعات غير المنظمة لأنه لم يجد الإطار القانوني حتى هذه اللحظة منظمة كاملة بحاجة إلى تنظيم سوق العمل في الأردن صحيح هل لدينا دراسة تحدد احتياجات سوق العمل؟ عشان إحنا لما بنحكي عينا بطالة لما بنحكي عينا مخرجات تعليم سواء تعليم مهنة أو تعليم أكاديمي هل أو عمال مهاجرين أو عمال وافدين هل لدينا دراسة في الأردن تحدد احتياجات سوق العمل؟ ليس لدينا هذا تسأل عن وزارة العمل يفترض أن يكون هناك دراسة العمل الإضافي 56.5% من العاملين لا يتلقون أجرا مقابل العمل الإضافي يشوى العمل الإضافي ما المقصود؟ تعليم الإضافي؟ عمل إضافي سيدي عمل يعني أنا أنت في الضمان اليوم بتقول أنت بتداوم في الأسبوع هذا العدد الحد الأقصى هذا إذا أنت تتحدث عن قطع خاص ولذلك قانون العمل واضح بهذا هذا نوع من الانتهاكات إذا فيه فئات يعني تعمل عمل إضافي دون مقابل هذا انتهاكات تأكيد هذه مولودة أنا شكل يومي مولودة أنا فتصفت معك أنا يمكن الرقم الرقم 57 مئة لا أنا باتقد مبالغ يعني أنا معلش في نقطة ما بارك الفئات اللي هي بتتحدث عنها شوف سأحدد لك خدمات زراعة إنشاءات حراس أمن كان محددين وهي قطعات لقاءات مباشرة مع ناس بعاملين في هذه الجهات فيه صور الانتهاكات في هذه القطعات اللي ذكرتها خاصة في مجال الأمن والحماية والناس اللي بيشتغلوا في خدمات شركات النظافة في المستشفيات وغيرها والناس اللي بيشتغلوا بالزراعة فيه انتهاكات واضحة وصارخة بحقوقهم أنا أتفق تماما بس خليل أنا لا أعتقد أن النسب هذه يعني المستفعة جدا إذا كان فيها نسب هذه العالي جدا معنا ذلك هذا يجب على وزارة العمل أن تحدث ثورة في سوق العمل خليني بس أكمل أكمل وجهة نظري بشكل كامل إحنا بنحكي القانون بحكي عن أجر العامل القانون يتكلم عن حد أدنى للأجور القانون يتكلم عن بدل ساعات العمل الإضافي القانون يتكلم عن كذا وكذا وكذا مين المسؤول عن تنفيذ القانون وعن الرقابة إحنا إشكاليتنا معلش كما في أي مكان وكما في أي قطاع وكما في أي موضوع إشكاليتنا عدم تنفيذ القانون صحيح عدم وجود فعلا رقابة فعالة شو أنا استفدت من القانون إذا القانون مجرد كلمات مكتوبة على وراء أنا ما استفدت منها تمام القانون يجب أن يكون لدي قوة للتنفيذ هذه الدراسات تكلم عن حفر على ورق مثل هذه الدراسات يجب أن تبحث وتناقش مع الجهات المعنية زي وزارة العمل اسمح لي وبالتالي وضع برنامج لماذا لماذا هذه الانتهيات موجودة في مثل هذه القطاعات يا سيدي اسمح لي أنا أتكلم معك أنه إحنا في أردن مشكلتنا بإنفاذ القوانين في ضعف للمسؤولين في إنفاذ القوانين واضح هذا الكل يتفق علي بس أنت بتقول لي اليوم على الخدمات والزراعة وحراس الأمن نعم هناك مخالفات نعم صحيح وصارخة شوع مننا وأنا من الناس اللي كتبوا عن هذه المخالفات أتأل من المرأة بس أعلك سؤال شوع مننا إذا بنعرف أنه هاي في مخالفات صارخة هذا السؤال يسأل أخي محمد للجهات المعنية صاحبة القرار أنا بس أعلك سؤال حركت ساكن لا أعلم لا أعلم ستي اليوم أنت بتقولي كمان على الأجور وعلى الفقر وأنه 480 دينار هو خط الفقر المطلق للأسر المعيالية في الأردن هذا الرقم بناء عايش لأنه هناك من يقول هذا الرقم اليوم اختلف وارتفع عن ذلك أكيد إحنا ماشيين كمان على الخط الأقل بتبتحكي على 2010 على الخط الأقل آخر خط إحنا الإشكاليتنا لم يعلن حتى الآن خط الفقر وهذا يجب أن يعلن على أساسه تتم أمور تيلة فقط آخر دراسي آخر دراسي 2010 خلو مش كلت خط الفقر ليش نعينو أنا محرج محرج إذا حددتم محرج بس محرج لأنه عدد الفقراء الآن نسبة تتحدث عن دولة فيها نسبة فقر 25% على الأقل يعني بتحكي عن مليونين ونصف أردني فقير على الأقل الفقر المطلق ما بحكي عن المدقع المدقع هو الغذائي مطلق بشكل عام على الأساسي نين ونصف مليون أردني برأيك طبعا هذا حكت فيه إحدى وزيرات التنميل الاجتماعية قبل يمكن ثلاث أو أره سنوات إذا في عنا إشكالية إشكالية متعلقة هلأ كل الإشكاليات الموجودة لما بنشوف نتائج هاي الدراسة وبنشوف إيش اللي عم بيصير من ناحية عمالة أطفال من ناحية بطالة من ناحية فقر كله متعلق بموضوع ظروف العمل وعدم وجود لنا المشاريع التنموية العمل الأجر ما ليش اسمح لي اسمح لي أستاذ موسى العمل اللائق من ضمنه الأجر العادل ومن ضمنه بيئة العمل الصح ومن ضمنه نعطي حقوق العمال والإجازات للأجور طب هذه الانتهاكات موجودة حتى في قطاع العام أنا بأعطيكي قطاعات بأعطيكي قطاعات عامة موجود فيها انتهاكات أستاذ موسى خليني أكمل فكرتي على فكرة أنه الموضوع كله مش موضوع اتهام ودفاع ولا أنا مدافع خلينا نحكي عن الواقع أنا لما بدي أحكي عن الأجر وموضوع التأخر بالأجور هداني هيك عن الحد الأدنى مع أنه قليل ستة صحيح التأخر في الأجور التأخر في الأجور إحنا عنا إشكالية إحنا ليس لدينا نظام حماية أجور القانون يحمل أجر ولكن ليس لدينا نظام تنفيذي لحماية الأجر الدراسة هون بتحكي عن القطاعات الأكتر ضعفة أو الأكتر تهميشة أو المنسية خلينا نحكي لكن هناك قطاعات حتى بالعمل المهني لديهم إشكالية في دفع الأجور أو في طلق الأجور هل يتلقى بموعده الشهري في كتير موظفين بتاعة 3 أو 4 أشهر لأنه ما فيش عندنا آلية أو نظام لحماية الأجور وموجود بعد الدول صحيح هذا كلام؟ ربطه مع البنك المركزي وغيره لا بالقانون يحمي الأجور لكن المشكلة زي ما تفضلت المشكلة هي في إنفاذ القوانين ثم أن العامل أيضا العامل في كثير من الأحيان يخشى أن يتقدم بشكوى يخشى أن يتضرر لأنه خايف تفعل شغل يا سيدي مع أنه قانون العمل وانت بتعرفينه قانون العمل يحمل عامل ولا يجوز الإضرار بالعامل لمجرد أنه طلب بحق من قصة العمالية طالما ما فيش آلية تنفيذية أنا ما بالزمن القانون إذن عندنا مشكلة في القوانين حبر عورك وعندنا مشكلة في التنفيذ المشكلة ليست في القوانين وإنما بين فاذ القوانين أخي محمد قوانين ممتازة لو طبقات لو طبقات ممتازة أنا بدي أشكركم أن الوقت انتهى شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم بس إذا ممكن بس توصية بسيطة إعادة إيجاد نظام حماية للأجور إيجاد ألية تنفيذية وتفتيش فعال على العمال التفقيف العمالي أو تفقيف المعرفي بالنسبة للعمال وأصحاب العمل شكرا أشكركم كل الشكر ديوفي الكرام مشاهديني أنا هنا مصنع لختام حلقة الليلة نلتقي غدا تصبحون على خير